اشتركوا في القناة الوقت الذي تحكم فيه الديناصورات تخيل العالم يتحد مع الحياة مع المناظر الطبيعية الخصبة التي تهيمن عليها لحياء الهائلة كان هناك شيء لا يصدق من التنوع البيولوجي وهو عبارة عن ماريوت من الانواع الموجودة كل منها يحتل موقعه البيئي الفريد اللطيفة من تيرانوسوري ريكس قليل من الحيوانات المفترسة المعروفة بحجمه الضخم وقوته الهائلة الى تيراسور الرشيقة تيرسورات التي حكمت السماء وكانت مطنن لبعض اكثرها مخلوقات رائعة من اي وقت مضى تسمى سلون على كوكب بينما نبوس في عالم ما قبل التاريخ هذا استعد للقاء بعض من اكثر المخلوقات الرائعة التي ارادت ان تطير او تمشي على هذا الكوكب تخيل لقوف وجها لوجه مع تيرانوسوري ريكس احد المخلوقات الرائعة اكبر الحيوانات المفترسة واكثرها كفاءة في عصرها يمكن ان يصل تيريكس مكتمل النمو الى ارتفاعات حوالي عشر قادما ويجمع هذا الحجم المميز مع زوج من الضخامه والقوة القادرة على سحق العظام وقد حصلت على التحدث الى حيوان مفترس بهذه الروعة الوحش يحكم بيئته بشكل ملفت للنظر تيريكس كان حاقا ملكا افعالا لعالم الديناصوراتي القراصنة متحيزون لمقابلة تريسيراتوكس في البراكيوسور اثنان من الاخطاء الاكثر شهرة لكلب البيجل تريسيراتوكس بوجهه ذو الثلاثة قرون كان في متناول الجميع على الرغم من انه عادل بعض المظهر انها اسلحة سياج كبيرة من المحتمل استخدامها للدفاع ضد الاعداء يمكن ان يصل هذا العملاق الضخم الى اثنى عشر طانا وقد تم بناء جسمه لدعم هذا الوزن الثقيل يتكون نظامه الغذائي في المقام الاول من نباتات منخفضة الخط وهو قوي مثل الافواه الان دعونا نلفت انتباهنا الى البراكيوسور وهو احد اكبر الحيوانات البرية مئتان واحد عشر يعيش هذه الفترة الطويلة كيف كان يبشر بالمناظر الطبيعية ويتغذى ويختبئ مئتان وخمسة وثمانون كان عملاقا لطيفا يتغذى على اوراق الاشجار المتعبة واولاده لقد كان هذا الضجيج هو افضل دفاع انه بعيد المنال عن الحيوانات المفترسة الرئيسية التي ترجوها من الارض في هدسون شهادة على التنوع المذهلي للحياة خلال هذه الرحلة لا تنسى الاشياء صغيرة ولكن لا تقل عن زيارة عالم الديناسورات كان فيلوسيرابتور صيادا قاطعا بينما تتنكر المدرجات مع اسم مكان الموسم السريع لام فيلوسيرابتور كان بالفعل والمفترس الرشيق هو الحجم الذي كان من المفترض ان يدمره هذا الديناسور وهو طفل مع ام وديك رومين انه مثل لعب بيتر استنسل بحركات سريعة وذكية ومنوراته للحيوانات المفترسة الاكبر حجما واصلي من ناحية اخرى المدرجات مع القاعدة التي لا جدال فيها عندما كان هناك الديناسورات كانت هناك الزواحف الطائرة التي عاشت بجانبهم مع جناحيها استطاع زاك يصل طولها الى ثلاثون قادما وقد تحول منظر ديناسور ليتون التي تجتاح وجهها للقبض على الحيوانات الارضية الصغيرة التي تهيمن على العالم وكانت تتحدى الكائنات الاصغر حجما التي لا تقل اهمية في الشكل في عالم الديناسورات الف عن ديناسور ستيجوسورس الفريد من نوعه المعروف بسبب صفائحه العظمية المميزة في ظهره هذا الوحش العملاق تنقل في الارض خلال اواخر العصر الجراسي منذ حوالي 150 مليون سنة مضت كان ستيجوسورس نسبيا يصل طوله الى ثلاثون قادما وكان اكثر ما يلفت الانتباه هو وجود صفين من صفائح الكبيرة المسطحة على شكل طائرة ورقية التي تمتد على ظهرها هذه صفائح ملفتة للنظر بشكل جيد عندما لا تكون فقط للعرض فمن المحتمل ان تستخدم لتنظيم درجة الحرارة ومن المحتمل ان يتم عرضها اثناء الاتصال الدفاعية ولكن ستيجوسورس دفاعي رائع ولم يتوقف عند هذه الصفائح انه يمتلك مسامير مدببة في نهاية ذيله بالنسبة لي هذا سلاح مزدوج ضد اي حيوان مفترس يجرؤ بما يكفي للهجوم اذرا لنظامها الغذائي كان ستيجوسورس بعلن لتغذية النباتات حيث انها تمتلك رأس صغيرة في نهاية رقبة قصيرة قريبة من الارض ستيجوسورس كما لو كان يساهم مثل اخوته الديناسورات في فهمنا للتنوع البيولوجي الرئيسي لهم بدءا من تيريكس المرعب والمسلح تريسيراتوكس والبراكيوسورد العنق الطويل وحتى تراسور الطائرة اخيرا تشغيل حياة ستيجوسورس التي كانت في عصر الديناسورات اقتا لا يصدق وهو امر لا يصدق من المتوحش تيريكس الى ستيجوسورس الفريدي من نوعه كان عالم الديناسورات اقتا للتنوع المذهل وفكر من الذين يعرف ديناسورات اخرى ربما في انتظار اكتشافهم في السجل الاحفوري